تبدأ يوم غد مرحلة الصمت الانتخابي بعد فترة سابقة من الدعاية الانتخابية اجتهد المترشحون فيها باستخدام كل ما لديهم من أدوات دعائية مؤثرة للسمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين لإقناعهم بضرورة الإدلاء بأصواتهم وتأييدهم لهم نعم في ذات السياق أتمت اللجنة على الإشراف العليا للانتخابات في الكثير من النيابية والبلدية في أربعين لجنة فرعية وخمس عشرة لجنة عامة في محافظات المملكة والتي سوف تنطلق يوم السبت المقبل إن شاء الله في فترة سابقة استخدم المترشحون فيها كل ما لديهم من أدوات دعائية مؤثرة لاستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين داخل دائرتهم كفتح المقار الانتخابية بما تضمنته من ندوات وعرض لبرامج انتخابية تنوعت بمواضيعها إلى جانب وضع الإعلانات في الشوارع المليئة بصور المترشحين وعناوين حملاتهم الانتخابية وبعد محاولات شديدة بذلها المتنافسون على نيل مقعد من المقاعد النيابية والبلدية استهدفت فكرة الناخبين لإقناعهم بضرورة الإدلاء بأصواتهم لهم وتأييدهم داخل صناديق الاقتراء سيخيم الصمت الانتخابي يوم غد على أجواء جميع عمال الدعاية الانتخابية في جميع أنحاء المملكة فمن بعد يوم غد سيبدأ العرس الديمقراطي في البحرين المتمثل بالانتخابات النيابية والبلدية 2022 على أن يكون الصندوق هو الفصل الحكم في هذه العملية الديمقراطية وهو الناتج لما أفلح المترشح بكسب أكبر قدر من الثقة عند أبناء دائرته بدورها وبناء على الأمر الملكي السامي رقم 26 لسنة 2022 لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بشأن تحديد موعد الانتخابات في مملكة البحرين أتمت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات استعداداتها الكاملة لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في أربعين لجنة فرعية وخمس عشرة لجنة عامة في محافظات المملكة الأربع رغم الصمت الانتخابي الذي سيدخل حيز التطبيق قبل أربع وعشرين ساعة من مجيء شمس يوم الانتخابات يتطلع المتسابقون على المقاعد النيابية والبلدية ممن استقر عددهم عند خمسمائة وتسعة مترشحين النيابيون منهم يسعون للظفر بمقعد من المقاعد النيابية الأربعين والبلديون منهم ممن يمنون النفس على نيل مقعد من المقاعد الثلاثين يتطلعون على أن ينصفهم قلم الناخب وفي هذا المقام تحديدا لا يمكن نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الأصوات بالجهد الذي بذل في وقت فسيح منح من خلاله فرصا عديدة لضمان حظ الوفير من الأصوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر